قالت نقابة أصحاب محطات المحروقات أن أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية شهدت انخفاضا بالأسواق العالمية حيث من المرجح أن تعلن الحكومة مساء يوم غد تخفيض الأسعار لشهر نيسان مع تثبيت سعر استوانة الغاز المنزلي أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات هاشم عقل قال لنشرتنا أن سعر البنزين أكتان 95 انخفض 22 فلسا وسعر لتر البنزين أكتان 90 انخفض 15 فلسا في حين انخفض سعر لتر مادتي السولاري والكاز 6 فلسات وتوقع عقل أن تقوم الحكومة في ظل انخفاض أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا بإضافة الجزء الآخر من ضريبة الخزينة التي فرضت على البنزين والبالغة خمسة قروش حيث تمت إضافة ثلاثة قروش في تسعيرة شهر شباط أما أسعار الغاز فتوقع أمين سر النقابة أن تثبت الحكومة سعر استوانة الغاز المنزلي عند السعر الحالي البالغي 7 دنانير رغم ارتفاع الأسعار عالميا بواقع 200 دولار للطن الواحد تراجعت نسبة الدين العام للمملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي بنسبة طفيفة مقارنة مع نهاية العام 2016 وظهرت النشرة المالية الشهرية أن إجمالي الدين العام للمملكة الداخلي والخارجي بلغ 26 مليار و78 مليون دينار ويمثل 94 و14% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 وأشارت النشرة إلى ارتفاع صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 103 مليون و400 ألف دينار لتمويل عز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 24 مليار و182 مليون وتسعمائة ألف دينار وبينت النشرة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7 مليارات و600 مليون دينار لنهاية كانون الثاني الماضي حررت وزارة الصناعة والتجارة والتمويل 21 مخالفة بحق المخابز والمطاحن ومعامل التعبئة منذ بداية العام الحالي وبينت الوزارة أنه تم تحرير عشر مخالفات بحق المخابز العاملة في المملكة وسبع مخالفات بحق المطاحن والناقلين إضافة إلى أربع مخالفات بحق معامل التعبئة ومشاغل الشرك وأشارت الوزارة أن قيمة الغرامات المتحققة على المخابز والمطاحن والناقلين ومعامل التعبئة والتبكيت والمتاجرة بالطحين بلغت أكثر من مائة ألف دينار منذ بداية العام وتوزعت قيمة الغرامات بحسب الوزارة بأكثر من ثلاثين ألف دينار على المخابز فيما بلغت ستين ألف دينار على المطاحن والناقلين وأكثر من عشرة ألاف دينار تحققت على معامل التعبئة ومشاغل الشرك وإلى أداء بورصة عمان فقد بقي حجم التداول ضمن مستويات مرتفعة ولكن بوتيرة أقل في حين انخفض مؤشر الأسعار للأسهم عن المستويات المرتفعة التي سجلها سابقا حيث أظهرت ثلاث واربعون شركة من أصل مائة وثلاث وعشرين شركة تراجعا في أسعارها وعن مستويات الأسعار أظهرت المؤشرات انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى ألفين ومائتين وخمسين نقطة بانخفاض نسبته 12% بدعم من القطاع الصناعي الذي انخفض المؤشر العام لأسعاره واحد واثمائة عشر في المائة في حين ارتفع للقطاع المالي بنسبة 13% والقطاع الخدمات بنسبة طفيفة في حين بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار تحققت عبر تداول عشرة ملايين وأربعمائة ألف سهم نفذت من خلال أربعة ألاف وثلاثمائة وثمانية وعشرين عقدا وقطاعيا جاءت مساهمة القطاع المالي الأعلى في حجم التداول بنسبة 58.34% ثم قطاع الخدمات بنسبة 24.93% أما الصناعة فساهم بنسبة 16.67% أما شركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي التأمين العربية الأردن بنسبة 7.5% السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 5% أما الأكثر انخفاضا فهي العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 6.4% وادي شتاء للاستثمارات السياحية بنسبة 5.88% ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في شهر كانون الأول من العام 2016 بمقدار أربع نقاط ونصف النقطة مقارنة بشهر تشرين الثاني من ذات العام بحسب تحديثات منتدى الاستراتيجيات الأردني للمؤشر وأرجع المنتدى الاستراتيجي ارتفاع المؤشر العام لثقة المستثمر إلى الزيادة الملحوظة في ثقة المستثمرين في النشاط الاقتصادي بمقدار نقطتين وربع النقطة تقريبا وهي أعلى مستوياته منذ بداية العام وارتفاع الثقة ببورصة عمان بمقدار ثلاث نقاط لارتفاع قيمة الأسهم المشترى من الأجانب مقابل المباعة من قبلهم في حين أظهر المؤشر الفرعي الثالث وهو النظام النقدي تراجعا في ثقة المستثمر فيه بمقدار نقطة واحدة وبحسب بينات المنتدى فإن الارتفاع الملحوظ في مؤشر النشاط الاقتصادي جاء نتيجة ارتفاع في مؤشر الأرقام القياسي للإنتاج الصناعي وعدد رخص الأبنية السكنية وارتفاع رأس مال الشركات المسجلة في الأردن رغم انخفاض عددها إضافة إلى انخفاض حجم ضرائب بيع العقر بلغ إجمالي رأس مال الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة بغرفة تجارة العقبة للعام الماضي أكثر من تسعة مليارات دينار وأظهرت إحصاءات غرفة تجارة العقبة أن عدد الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة بلغ خمسة ألاف وتسعمائة ألف شركة ومؤسسة فردية تقريبا موزعة على قطاعات الألبسة والنوفوتي والمجوهرات والإنشاءات والأثاث المنزلي والمكتبي وقطاع الخدمات والاستشارات وقطاع السيارات والآليات الثقيلة إضافة إلى قطاع الصحة والأدوية وقطاع الكهرباء والإلكترونيات والقطاع المالي والمصرفي إلى جانب قطاع المواد الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري قال أن الأرقام تؤكد أن العقبة باتت من أهم المدن الاقتصادية للمملكة ومركزا للاستقطاب والجذب السياحي والتجاري والاستثماري في المنطقة بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة في مدينة العقبة والمنتسبة لغرفة تجارة العقبة للعام 2016 حوالي 6 ألاف شركة ومؤسسة من ضمنها 2500 شركة ويبلغ رأس مال هذه الشركات والمؤسسات العامل في مدينة العقبة 9 مليارات و450 مليون دينار لكافة القطاعات التجارية والاقتصادية في مدينة العقبة يراقب المستثمرون تداعيات بدء انفصال بريطانيا رسميا عن الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يوم أمس على الأسواق المالية الأسهم الأوروبية تحاول أن تحصل على اتجاه في المعاملات المبكرة اليوم رغم أنها لم تتأثر بشدة ببدء عملية الانسحاب الرسمي وحصل بعضها على دعم من ارتفاع أسعار أسهم شركات النفط أما أسعار الذهب فاستطاعت أن تحدى من الخسائر التي منيت بها بسبب الضبابية الاقتصادية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقتراب موعد الانتخابات الفرنسية حيث يعتبر الذهب عادة استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية